الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وبعد فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في تفسير سورة الإسراء حيث كانت هذه السورة تتحدث عن شيء من الدعوة المكية قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أواخر ما أخذنا ما من الله به على بني آدم من إكرامهم وسوق الخيرات لهم فبين الله جل وعلا أن ذلك إذا كان في الدنيا للجميع فإن أمر الآخرة يختلف عن أمر الدنيا ثم ذكر الله جل وعلا شيئا من محاولات الكافرين لجعل المؤمنين يتركون دينهم وينسبون إلى الله ما ليس من شرعه ويكذبون على رب العزة والجلال فلعلنا نستعرض شيئا من الآيات التي وردت في هذا فليقرأ القاري بارك الله فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا لما ذكر الله جل وعلا أنه يؤتي النعمة الدنيوية بني آدم على اختلاف أحوالهم وتغير مؤمنهم فكلا نؤتيه من هذه الدنيا وكلا نمد من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا فأقسام الدنيا لله تعالى ولذا ذكر أن الكرامة تكون لبني آدم جميعا فقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات بينما في يوم القيامة الكرامة والرفعة والرزق إنما تكونوا لأهل الإيمان دون غيرهم ولذا قال تعالى مبينا إنقسام الناس يوم القيامة إلى قسمين يوم ندعو أي أذكر ذلك اليوم العظيم اليوم الذي يبعث الله فيه الناس فينادى الناس وينادى كل جماعة بإمامهم أي بنبيهم الذي بُعِث إليهم ليكون شاهداً عليهم فإن كانوا قد وافقوا شرعه وساروا على تعاليمه كانت لهم النجاة وأعطاهم الله الكتاب باليمين وإن كانوا على خلاف ذلك كانوا أظل سبيلاً في الآخرة ولذا قال يوم ندعو أي يدعو الداعي كل أناس أي كل أمة بإمامهم أي بنبيهم الذي بُعِث إليهم وحينئذ يمان يشهد عليهم بأنهم قد استجابوا لدعوة الحق وساروا عليها ومن ثم يكونون من الناجين أو يشهد عليهم بضد ذلك ولذا ينقسمون إلى قسمين القسم الأول من أوتي كتابه بيمينه أي أعطي السجل حسناته بيده اليمين ليكون ذلك من أسباب سروره وهناءته واستقرار نفسه فأولئك أي هذا الصنف يقرؤون كتابهم قد ابتهجت نفوسهم بما عملوه في الدنيا حيث سجلت لهم تلك الأعمال الطيبة جازهم الله بأحسن ما كانوا يعملون جازهم الله بأحسن ما كانوا يعملون ولا يظلمون ولا يظلمون أي لا ينقصون شيئاً يسيراً ولو كان فتيل التمرتي والظلم يصدق على شيئين الأول أن يؤخذ من الإنسان حقه والثاني أن يجعل على الإنسان جريرة فعل غيره أن يجعل على الإنسان جريرة فعل غيره أما في يوم القيامة فإن الناس لا يظلمون شيئاً فلا يؤخذ من حسناتهم لغيرهم ولا يؤخذ من سيئات غيرهم لهم إلا إذا كان هناك أمر يقتضيه العدل على جهة المجازات وقد ذكر الله جل وعلا شيئاً من أجزاء نواة التمر لأنها مما يعرفه الناس وكأن في هذا معجزة ألا وهي أن النواة سيبقى استعمالها وأثرها عند الناس إلى قيام الساعة وأن التمر سيبقى عند الناس إلى ذلك اليوم وقد ذكر الله جل وعلا من أجزاء هذه النواة أشياء عجيبة منها الفتيل الذي هو السلك اليسير الذي يكون في بطن النواة فهو شيء يسير لا يمكن أن يؤبه له ولو قيل لك التفت إليه لما التفت إليه ومع ذلك عدل الله عظيم لدرجة أنه لا يظلم أحد عند الله ولو بمقدار الفتيل وأما ما ذكر من أمر النقير فالنقير هو النقطة التي تكون في ظهر النواة وقد ذكر من أجزاء النواة القمطرير وهو الغلاف الذي يغلف النواة وقال تعالى في بيان القسم الثاني ومن كان في هذه أعمى هذا يعني الدنيا ومن كان شأنه أن يكون أعمى البصيرة في الدنيا بحيث لم يستجب لدعوة الحق ولم يهتدي بها فهو في الآخرة أي في يوم القيامة سيكون أعمى وسيكون أضل سبيلا فقوله هنا أعمى يعني أنه لن يبصر فإن قال قائل بأنه قد ورد أن أهل النار عندما يشاهدونها يكون ذلك من أسباب هلعهم وجزعهم فيقال بأن الناس في عرصات القيامة يطمس الله على أعين هؤلاء حتى تضطرب أمورهم فإن الناس في أول الأمر يكونون على حال مضطربة يتخوفون مما يأتيهم فيكون ما يصيبهم من العمى سببا من أسباب زيادة عقوبتهم ومن أسباب عدم اهتدائهم للطريق الذي يسلكونه ولكنهم بعد ذلك يعاقبهم الله بأن يجعل لهم أعينا يبصرون بها خير أهل الجنة الذي حرموا منه وما هم فيه من الشر الذي يلامسونه ويكونون فيه حتى يفضعهم وهناك خلاف بين المفسرين في قوله أعمى هل هي الصفة أو صيغة مبالغة أي هل سيكون أعمى مطموس البصر أو أنه سيكون أكثر عمى مما كان عليه أو من غيره لأنه قال بعد ذلك وأضل سبيلا أي أنه يوم القيامة لن يهتدي للطريق الذي تحصل به نجاته كما أنه في الدنيا لم يستجب لداعية الهدى ولم يكن ممن سلك نفسه في ذلك السبيل ثم ذكر الله جل وعلا محاولات أهل الشرك والكفر وأهل الطرائق المخالفة كيف يسعون إلى جعل أهل الإيمان يتركون ما هم فيه من هداية وإيمان إلى ضدها فإنه لا يزال أهل الضلالة يحاولون في أهل الإسلام أن يتركوا ما هم فيه من الهدى والخير مرة بترغيبهم وتقديم الدنيا لهم ومرة بترهيبهم وتخويفهم بأنواع العقوبات وهذه سنة جارية في الكون أن يعرض الله جل وعلا دعاة الحق وأهل الحق لمحاولات أهل الباطل لجعلهم يتركون ما هم فيه من الحق ولذا قال وإن كادوا أي قاربوا وإن قاربوا ليفتنونك أي يزيغونك عن الحق إلى الباطل فتزين للناس الباطل على أنه الحق ويجعلونك تترك الذي أوحى إليك ربك من الشرائع العظيمة لتفتري أي لتكذب علينا غيره وتنسب إلى الله من الأحكام ما لا يكون من شرعه ولو فعلت ذلك لاتخذوك خليلا أي لجعلوك صاحبا لهم موادا لهم في أعلى درجات الصحبة ألا وهي درجة الخلة والخلة هي الصداقة التي تكون بمثابة اشتراك الشيئين في حال واحد كأن عظام الصدر تخللت بعضها مع بعض لتقاربهم وقد تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لشيء من ذلك فقالوا له مرة نزوجك بأحسن النساء ونملكك علينا ونؤتيك من المال فلم يستجب لهم وقال لو وضعتم الشمس على يميني والقمر في شمالي لما تركت هذا الأمر حتى يتمه الله وقالوا له صلى الله عليه وسلم مرة لنعبد إلى هكسنة ولتعبد إلى آلهتنا سنة أخرى فلم يستجب لهم صلى الله عليه وسلم وهكذا سيشمر الأمر مع دعاة الحق يتعرضون لمن يحاول منهم أن يترك دعوة الحق ليكون من دعاة الباطل ولولا أن ثبتناك أي لولا أن الله عز وجل تفضل على نبيه بالتثبيت لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا ومن ذلك أنهم قالوا له أترك دعوة هؤلاء الضعفاء والمساكين وليكن من شانك دعوة الكبار وكيف نستجيب لك وأنت تجلس مع هؤلاء فثبته الله جل وعلا على الحق ولم يركن إليهم أي لم يستجب لهم ولم يأوي إليهم ولو فعل ذلك قال إذن لا ذقناك أي لعاقبناك العقوبة الشديدة التي تجد مبادئها مع أن الله قادر على أن ينزل عليك عقوبة أعظم فيعاقبك بضعف الحيات وضعف الممات أي عقوبة مضاعفة في حياتك وبعد مماتك ثم لا تجد علينا نصيرا أي لو قدر أنك استجبت لهم لن تجد من يناصرك ومن يتمكن من فكك من العقوبة الشديدة التي تلحق بك وقد حاولوا بأنواع المحاولات مرة بالترهيب ومن ترهيبهم أن توعدوه بالقتل ومن ترهيبهم أنهم حاولوا أعذب أتباعه ومن ترهيبهم أنهم سعوا إلى إخراجه ولذا قال وإن كادوا أي قاربوا ليستفزونك من الأرض أي يجعلونك تخرج من الأرض وتفز بمعنى أنك تتحرك الحركة السريعة ليخرجوك منها أي يبعدوك عن بلدك الذي أنت فيه وإذن أي لو قدر أنهم أخرجوك فإن العقوبة ستنزل بهم سريعا وإذا لا يلبثون خلافك أي بعدك إلا قليلا لو قدر أنهم أخرجوك فإنهم لن يبقوا إلا زمنا يسيرا وهذا ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بعد وقت يسير حصلت غزوة بدر الكبرى التي مات فيها قادة قريش الذين كانوا يسعون في الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه السنة جارية إلى قيام الساعة أن من وقف في طريق دعاة الحق وأخرجهم من أرضهم لا لشيء إلا لأنهم يدعون إلى الله فحينئذ لن يقدر الله لمن أخرجهم في ألبقى إلا للزمن اليسير ولذا قال تعالى مبيننا أن هذه طريقة سائرة إلى يوم القيامة سنة أي هذه هي الطريقة التي قدرها الله في الكون سنة من قد أرسلنا قبلك أي من بعثناه بالنبوة ومن جعلناه داعيا إلى الله فإن من أخرجهم من أرضهم فإن الله جل وعلا لا يجعلهم يلبثون بعدهم إلا قليلا وسنة الله ماضية لن يتمكن أحد من إزالتها أو إبعادها ولذا قال ولا تجد لسنتنا تحويلا فهي سنة كونية لله تعالى لن يتمكن أحد من تغيرها أو تحويلها من حال إلى حال ثم ذكر الله جل وعلا عددا من التوجيهات تكون سببا من أسباب ثبات الإنسان على الحق وعدم استجابته لدعاة الباطل الذين يريدون إزاغة أهل الحق فقال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فقوله أقم أي أد هذه الصلاة على الوجه المطلوب شرعا بأن تستكمل شرائطها وأركانها وواجباتها وأن تبتعد عن منهياتها ومبطلاتها وقد أمر في هذه الآية بإقامة الصلاة والأصل في الأوامر أن تكون على جهة الوجوب والمراد بالصلوات المذكورة هنا الخمس الصلوات التي أوجبها الله جل وعلا على العباد فدلوك الشمس يراد به زوالها أي انتقال الشمس من جهة المشرق إلى جهة المغرب فإذا انتقلت الشمس من كبد السماء ووسطها إلى جهة المغرب فهذا يقال له دلوك الشمس وزوالها وحينئذ تجب صلاة الظهر وقد دل على وجوب صلاة العصر هذا اللفظ في الآية كما دل عليه قوله تعالى حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وأما قوله إلى غسق الليل فغسق الليل ظلمته وفي هذا أمر بإقامة صلاتي المغرب وصلاة العشاء فأول غسق الليل هو صلاة المغرب ثم قد ذكر الله جل وعلا صلاة العشاء في سورة النور فقال من بعد صلاة العشاء فقال وقرآن الفجر أي صلاة الفجر وسميت بقرآن الفجر لاستحباب إكثار القراءة فيها أو لأن القراءة بعد السورة الفاتحة ركن فيها كما قاله جماعة ثم قال إن قرآن الفجر أي صلاة الفجر كان مشهودا أي تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاتي الفجر وصلاة العصر فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف وجدتم عبادي قالوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون ثم قال تعالى ومن الليل أي ليكن لك من ليلك صلاة تكون سببا لتثبيتك على الحق وعدم استجابتك لدعاة الباطل وقوله فتهجد الأصل في التهجد صلاة الليل التي تكون بعد النوم فإن الإنسان بعد أخذه قصطا من الراحة في النوم يكون حاضر الذهن قوي البدن ومن ثم يكون متأملا متفكرا فيما يقرأه من كتاب الله قوله فتهجد به نافلة لك أي زيادة وأمرا مستحبا عن الواجب السابق ذكره لعل الله عسى في حق الله جل وعلا واجبه أن يبعثك مقاما محمودا أن يجعلك في مكان تحمدك عليه الخلائق ويثنون عليك بسببه ومن هذا المقام المحمود مقام الشفاعة فإن الناس في يوم القيامة يبعثون وينتظرون في الموقف فيطول عليهم الزمان ويتحيرون ويرجون أن يخلصوا من ذلك الموقف الرهيب الذي تدنى فيه الشمس من الرؤوس وكل يتطلع إلى أن يرسل إلى مصيره فيأتون إلى أنبياء الله عليهم السلام ويأتون إلى أولي العزم من الرسل فيطلبون منهم أن يشفعوا عند الله تعالى فيمتنع الأنبياء من الشفاعة بين يدي الله ويرون أنهم لم يصلوا إلى إلى هذه الدرجة فيأتي الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة فيشفعوا عند الله تعالى فيسجد بين يدي الله ويحمد الله محامد عظيمة يُعَلِّمُهُ اللَّهُ إِيَّاهَا ثم يُقَالُ لَهُ إِشْفَعْ تُشْفَعْ وَسَلْ تُعْطَى فهذا هو المقام المحمود وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بأن يدعو الله أن يجعل له المقام المحمود وذلك بعد أن يسمع المرء أذان المؤذن فيجيبه عليه ومن الأمور التي تجعل الإنسان يثبت على الحق أن يسأل الله أن يبقى على الحق بحيث تكون أموره كلها على طاعة الله وهذا هو معنى دعوة المؤمن وقل ربي أدخلني مدخل صدق أي اجعلني في كل أمر أدخله أدخله على رغبة في طاعتك وطلبا لرضاك وإذا أخرجتني منه لتخرجني منه وأنا على صدق في ذلك الفعل الذي خرجت منه واجعل لي أي لتؤتني من لدنك أي من عندك سلطانا نصيرا أي قدرة تناصرني بحيث لا يتمكن مني هؤلاء الأعداء الذين يريدون إنزال العقوبات بمن استمر على دعوة الحق وحينئذ ينصرك الله جل وعلا نصر العزيز فإذا نصرك فليكن من شأنك أن تقول جاء الحق وزهق الباطل أي أنه ذهب واضمحل ولم يبق من الباطل شيء إن الباطل وهو المخالف للحق كان زهوقا أي شأنه أن ينتهي ويتلاشا ولا يبقى له باقية أمام الحق فهذه آيات عظيمة فيها معاني كبيرة وأحكام كثيرة فمن ذلك تذكير الناس بأنهم يوم القيامة يتفاوتون في منازلهم وأنهم ليسوا على درجة واحدة فيما يتعلق بمنازلهم يوم القيامة ولذا على الإنسان أن لا يغتر بما آتاه الله من الدنيا وأن يجعل هذه الدنيا معينة له على أمر الآخرة وفي هذه الآيات أن أهل الإيمان يوم القيامة يؤتون كتابهم بيمينهم وقد ذكر في مواطن أخرى من كتاب الله أن أهل الضلالة يؤتون كتابهم بشمالهم وأنهم يؤتون كتابهم من وراء ظهورهم ولا يمتنع أن يكون ذلك في طائفة واحدة فهم يأخذون كتابهم بشمالهم من وراء ظهرهم وفي هذه الآية أن أهل الجنة يكون عندهم قدرة على القراءة ولو كانوا لا يستطيعون القراءة في الدنيا مما يدل على فضيلة القدرة على القراءة وفي هذه الآيات عدل الله جل وعلا بحيث لا يجاز العباد إلا على أفعالهم ولا يظلمهم ولو الشيء اليسير من أمثال فتيل نواة التمر وفي هذه الآيات أن أهل الكفر والضلال أول ما يحشرون يحشرون وهم عمي وأنهم لا يهتدون إلى الطريق الذي تكون به نجاتهم جزاء لهم على كونهم من أهل العمى والضلالة في الدنيا وفي هذه الآيات ذكر شيء من أمور الآخرة وأمور الموقف وكيف ينقسم الناس هذه هي الأقسام وفي هذه الآيات تحذير أهل الإيمان من طرائق أهل الباطل في محاولتهم لصدهم عن الهدى والحق مرة بالترغيب ومرة بالترهيب وفي هذه الآيات بيانه أن أعظم أنواع الفرية أن يفتري الإنسان على الله جل وعلا في أحكامه فيغير شرع الله موافقة لهواه أو استجابة لمحاولات إضلال الإنسان وتقديم الدنيا له من مال أو منصب أو غير ذلك من أمور الدنيا وفي هذه الآيات بيان أن العداوة بين أهل الإيمان وغيرهم عداوة إيمانية سببها استجابة أهل الإيمان لله عز وجل فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان مقدرا عند قريش قبل البعثة وكانوا يسمونه الصادق والأمين وكانوا يجلونه ويقدرونه وله مكانته ومنزلته عندهم لكنه لما دعا إلى الله ناصبوه العداوة ووقفوا في وجهه وسعوا في محاولات إيذاءه بصنوف الأذى فالعداوة دينية وفي هذه الآيات أن الثبات على الحق وعدم تركه للباطل نعمة من الله جل وعلا فمهما كان عند الإنسان من العلم فإنه لا يأمن أن يتمكن أعداؤه من يضلاله ومن جعله على الزيغي والباطل ولذا قال ولولا أن ثبتناك فالثبات نعمة من عند الله جل وعلا ولذا لا زال أهل الإيمان يسألون الله تعالى الثبات قال تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر به دعائه أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ومن الأمور التي يحذر الإنسان منها أن يعجب بنفسه أو يعجب بعقله أو يعجب بعلمه فيكون ذلك من أسباب زغيغته عن الحق وتركه إياه للباطل وإنما الخير والهدى والعلم نعم من عند الله جل وعلا يؤتيها من يشاء وفي هذه الآيات بيان أنه كلما ارتفع مكان الإنسان زادت عقوبته إذا ترك الحق فمن عرف الحق وعرف دلائله لكنه تركه كانت عقوبته أشد من عقوبة من لم يصل إلى درجته ولذا قال إذا لا ذقناك ضعف الحياة وضعف الممات وفي هذه الآيات أن من ترك طريق الحق للباطل فلن يجد من يناصره على ذلك أو يدفع عنه عذاب الله وفي هذه الآيات بيان أن هذا الضلال يعاقب العبد عليه عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية ولازلنا نجد أن دعاة الباطل ومن يستجيب لهم تنزل بهم العقوبات في الدنيا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم قارعة أو تحل قريبا من دارهم وهذه سنة الله جل وعلا في الكون والناظر في أنبياء الله عليهم السلام يجد أنهم مع ما تعرضوا له من صنوف محاولات الإضلال إلا أنهم بقوا على الهدى متمسكين بما جاءهم من وحي الله سبحانه وتعالى ومما يتعلق بهذا ما قصه الله تعالى من قصص أنبياءه فهذا نوح حاول قومه أن يفتنوه وهذا موسى حاول فرعون أن يصده عن دعوته وهذا إبراهيم حاول قومه أن يفعلوا به ذلك حتى أنهم أرادوا أن ينزلوا بأنبياء الله العقوبات فنجَّى الله أنبياءه ولم يتمكنوا من إنزال شيء من العقوبة بهم بل كان الشأن في أولئك الذين حاولوا إنزال العقوبة بها أولئك الصالحين أنهم نزلت بهم العقوبات وإن كادوا وفي هذه الآيات أن أهل الباطل يحاولون إبعاد دعاة الحق عن الناس لأن دعوة أهل الحق مقنعة يتستجيب لها النفوس ومن ثم فالإشكال ليس في وجود الباطل وإنما الإشكال في خفاء الحق وفي هذه الآيات أن سنة الله ماضية في أن دعاة الحق سيتعرضون لمن يحاول فتنتهم وفتنة الخلق بهم بأن يجعلهم يتركون الحق الذي يسيرون عليه إما على جهة الطمع وجهة ترغيبهم في شيء من أمور الدنيا وإما على جهة التهديد والتخويف من إنزال العقوبة بهم وأن سنة الله ماضية في أن النصر يكون لأوليائه والغلبة لهم وقد قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ومن سنة الله في الكون أنه يبتلى أهل الحق والإيمان بأعدائهم وقتاً يسيراً ولكن العاقبة لتكونوا لأهل الإيمان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من التمس رضى الله بصخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضى الناس بصخط الله سخط الله عليه وأصخط عليه الناس وفي هذه الآيات بيان أن من أعظم ما يكون سبباً للنصر على الأعداء المحافظة على الصلوات الخمس المفروضة فإنها من أسباب عون الله للعبد في الدنيا والعبد عندما يقيم هذه الصلوات يريد وجه الله وأجر الآخرة فيحصل معها تبعاً ما يحصل من نصر الله تعالى وفي هذه الآيات بيان أن الصلوات المفروضة هي الخمس الصلوات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها وقد جاء في حديث طلحة ابن عبيد الله أن رجلاً عرابياً قال يا رسول الله ما الواجب علي من الصلاة؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة وجاء في حديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له ليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله فإن هما جابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم محافظته على الصلوات الخمس وفي هذه الآية أن وقت صلاة الظهر يبدأ بعد زوال الشمس مباشرة فمن أداها بعد ذلك فقد أداها في وقتها وفي الآية إشارة إلى أن صلاتي الظهر والعصر تجمعاني عند وجود الأعذار المبيحة للجمعي وفي هذه الآيات مشروعية صلاة المغرب عند وجودي غسق الليل وظلمته فأول مبادئ الليل يكون بها دخول وقت الفجر وفي هذه الآيات إشارة إلى الجمعي بين صلاتي المغرب والعشاء لأهل الأعذار وفي هذه الآيات مشروعية صلاة الفجر وأنها واجب وفريضة لازمة وركن من أركان هذا الدين وفي هذه الآيات مشروعية القراءة للسورة بعد الفاتحة في صلاة الفجر بل فيها إشارة بل فيها دلالة على وجوب قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في صلاة الفجر فإنه متى عبر عن الشيء بشيء منه وبجزء من أجزائه دل ذلك على أن هذا الجزء ركن من أركانه وفي هذه الآيات عظم فضل صلاة الفجر وعظم الأجر المرتب على شهودها وفي هذه الآيات أن الملائكة تشهد صلاة الفجر ملائكة الليل وملائكة النهار ويخبرون الله تعالى بمن شهد هذه الصلاة وفي هذه الآيات الترغيب في صلاة الليل والحث عليها وقد قال الله تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وقال جل وعلا عن أهل الإيمان تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقد قال رب العزة والجلال أيضا في الترغيب في صلاة الليل والحث عليها واذكر ربك بالغدو والآصال وقد قيل في تفسير ذلك بأن المراد به واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا فذكر الله جل وعلا في كل الأوقات وخصوصا في أول النهار وفي آخره وقد أثنا النبي صلى الله عليه وسلم على القائمين لصلاة الليل وبينا أن ذلك من دأب الصالحين وفي هذه الآيات استحباب أن يكون ما يؤديه الإنسان من صلاة الليل آخر الليل بعد أن يهجع قليلا من الليل فإن التهجد يراد به الصلاة التي تكون بعد النوم وفي هذه الآيات فضيلة نبينا صلى الله عليه وسلم ورفعة مكانته حيث جعل الله له المقام المحمود وهو الموقف الذي يثني عليه فيه الأوائل والأواخر وفي هذا إشارة إلى استحباب الشفاعة لمن يحتاج إليها إذا كانت شفاعة حق وفي هذه الآيات دعاء لإنسان ربه بأن يكون على الطاعة في كل أوقاته وبأن يكون مخلصاً في نيته في جميع أزمانه بحيث لا يدخل في عمل إلا وهو ناو احتساب الأجر والحصول على رضى الرب ولا يخرج منه إلا وهو كذلك ولذا يحسن بالإنسان أن يحتسب الأجر في جميع الأعمال التي يؤديها فينوي أن أكله لله وأن نومه لله وأن إكرامه للضيف لله وأن مجاملته مع الخلق لله وأن حسن خلقه لله تعالى وبالتالي يكون هذا من أسباب نيله الأجر العظيمة وفي هذه الآيات بيانوا أن الضعف ليس مرغباً فيه في الشرع وبل المرغب فيه أن يكون الإنسان قوياً لا يتمكن منه أعداؤه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ومن هنا أمر الله جل وعلا نبيه ومن يسير على طريقته بأن يدعو الله أن يجعل لهم من عنده سلطاناً نصيراً أي قوةً وقدرة ينتصرون بها وينصرهم غيرهم وفي هذه الآيات بيان سنة الله في الكون أنه إذا تصارع الحق والباطل فإن الغلبة تكون للحق مهما كان عند الباطل من الجلبة ومهما كان عند أهل الباطل من القوة فهذه سنة الله في الكون ولابد أن يكون الباطل زهوقاً أي من شأنه أن يضمحل ويزول والناظر في دعوة الحق في كل زمان يجد أنها متى قابلت الباطل فإن الباطل يضمحل ويزول ويبقى الحق مع قوة ما عند أهل الباطل قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث والناظر في سنة الله في الكون يجد ذلك جلياً فإن الله تعالى ينصر أولياءه الذين يقومون بدينه ويمكنهم من أعدائهم ويحاول الأعداء أن يصرف الناس عن الحق والهدى ويبذلون في ذلك كل غال ورخيص ويخططون له الخطط العظيمة ويكون عندهم الإمكانات الكثيرة ومع ذلك لا يكون لهم نصرة ولا انتصار ويكون من شأنهم لضمحلال فهذه سنة الله في الكون أنه متى تلاقى الحق والباطل فالغلبة للحق لا محالة ولكن الخشية من أن يكون الباطل وحده بدون أن يكون له مقابل من الحق فحينئذ يروج الباطل على الناس ويظنون أنه الحق والناظر في سنة الله في الكون يجد ذلك جلياً واضحاً وسأمثل بشيء من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه قد بعثه الله وحيداً فدعا قريش إلى ترك أصنامها فعادته ولم تستجب له فكان من شان الأمر بعد ذلك أن كان الانتصار له مع قلة أتباعه وضعف إمكاناتهم وانظر في يوم الهجرة كيف أن أهل مكة طاردوا النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يأتوا به حياً أو ميتاً فما هي إلا سنوات قلائل ثماني سنوات إلا وهو يعود إليهم منتصراً فاتحاً يطلبون منه العفو والصفحة ويؤملون في أن لا يعاقبهم بأفعالهم السابقة وانظر إلى سنة الله في الكون كيف يجعل الله جل وعلا الانتصار لأوليائه وليس هذا خاصاً بأنبياء الله عليهم السلام بل سنة الله جارية أن العواقب الحميدة تكون لأهل الإيمان وأما شأن الظالمين ممن يظلمون أنفسهم أو يظلمون عباد الله أن تكون العاقبة السيية لهم جزاءً من ربك لفعل هؤلاء الذين ظلموا عباد الله وانظر إلى إمة الإسلام الذين دعوا إلى شيء من المقالات الباطلة ولم يكن معهم إمكانات إلا أن الله جل وعلا أبقى الحق على ألسنتهم فانظر مثلاً للإمام أحمد رحمه الله قد دعي إلى القول بنفي صفات الله عز وجل والقول بأن القرآن ليس من كلام الله الذي تكلم به حقيقة ولم يكن معه مال ولم يكن عنده شيء من أمور الدنيا ومواردها وكان في وجهه ملك زمانه وخليفة الناس في ذلك الوقت معه الجنود العظيمة والجيوش الجرارة ومعه الإمكانات الكبيرة ومعه أمور الدنيا ومع ذلك أبقى الله جل وعلا سيرة هذا الإمام يقال له آل إمام أحمد إمام وأهل السنة والجماعة وبقية العقيدة التي قررها أخذاً من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي السائدة في الأمة فتلك الجيوش وأولئك الزبانية وأنواع التعذيب التي تعرض لها لم تثنه عن مقالته ولم تجعل مقالة أولئك الذين ظلوا وتركوا مقتضى دلالة الكتاب والسنة لم تكن مقالتهم باقية في الأمة وهذه سنة الله في الكون أن يبقي الحق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم وفي لفظ قال ظاهرين فهذه سنة جارية من سنن الله تعالى في الكون ولذا فالغبطة لمن كان مع الحق ولمن سار مع أهل الحق فهم الذين يكون الله معهم وهم الذين يكون لهم الانتصار أما من غرته الدنيا فقدمها على الآخرة أو استجابا لدعوات أهل الباطل ففتنوه فإن العاقبة السيئة ستكون له لا ذقناك ضعف الحياة وضعف الممات بارك الله فيكم وثبتني الله وإياكم على الحق وجعلنا الله وإياكم من الهدات المهتدين اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تكون معنا رب أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا اللهم يا حي يا قيوم أصلح قلوبنا واملأها من التقوى والإيمان اللهم أصلح أعمالنا فاجعلها خالصة لوجهك الكريم اللهم أصلح نياتنا ومقاصدنا واحفظ ألسنتنا وجوارحنا اللهم اجعلنا يا حي يا قيوم من أهل الثبات على الحق اللهم أصلح أحوال المسلمين وردهم إلى دينك ردًا جميلا ووفقهم لما تحب وترضى اللهم ووفقوا لاتأمر المسلمين للهدى والتقى اللهم اجعلهم من أسباب الخير والصلاح والسعادة للناس أجمعين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا